استقبل علي الكثير عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي نقيب الصحفيين والإعلامين الجنوبيين عيدروس باحشوان وأشاد الكثيري بجهود النقابة في تعزيز تماسك أبناء المهنة والتطوير قدراتهم وأداء رسالتهم في دعم القضية شعب الجنوب العربي وأكد باحشوان على تدليل كل ما يعترض سير عمل النقابة الصحفية والإعلامية في ظروف صعبة مشيرا إلى رغبة الصحفيين والإعلامين الجنوبيين في التماسك والانضمام إلى نقابتهم بعد أن تعرضوا للاضطهاد لسنوات ترجمة نانسي قنقر